حيتان الفساد في العراق من فكت تسرق وتلعب بمقدرات هذا البلد وطاقاته وثرواته منذ سنوات طويلة حتى باتت تشكل بعد عام 2003 أبرز سمات هذا البلد الذي يئن من تجدر الفساد في جميع قطاعات الحياة فيه أما الأساليب التي احتمدتها هذه الحيتان لتحقيق مآربها في العراق فحدث ولا حرج فمن القمع والإرهاب والضغوط بأشكالها كافة إلى المساومات والتجاوزات والتدخلات السافرة في الصغيرة قبل الكبيرة في كل ما يتعلق بالمؤسسات والشخصيات التي يقودها شيء من الوجدان في أدائها أعمالها وواجباتها تجاه المواطن العراقي قصة وزارة الصحة العراقية واستقالة وزيرها على الدين العلوان إحدى شواهد توغل هذه الحيتان في مفاصل الدولة بدأت القصة في شهر شباط الماضي بتهديد الوزير بالاستقالة من منصبه بسبب ما قيل وقتها إنها مساومات على قطاع الصحة من جهات سياسية وما فيا تمارس ضغوطا كبيرة على الوزير والوزارة التي تعد من الوزارات بالغة الأهمية في أي بلد من أجل السيطرة عليهما والاستفادة من الأموال التي ترفض بها هذه الوزارة وقتها كذلك تصعدت الكثير من الأصوات في البلاد الرافضة لإقحام وزارة الصحة التي تهتم بحياة المواطن في ظل الظروف الصحية المتدهورة التي يعيشها العراق بدائرة صراع المصالح والمنافع والمكاسب والذي تقوده الكتل والأحزاب السياسية في البلاد وتزامنا مع إصدار وزارة الصحة توضيحا بشأن تقديم وزيرها استقالته من منصبه مبينة أن الوزير قدمها قبل شهر لعبد المهدي بسبب ضغوط وصفتها بغير المنصفة وتدخلات سافرة في عمله وعقبات مستمرة لا تزال توضع في طريقه لتنفيذ مهامه وواجباته صادقت لجنة نزاهة النيابية أخيرا على الأصوات التي تعالت ضد تشكيل أي ضغوط على وزارة الصحة ووزيرها بإعلانها وقوف اللجنة مع الوزير العلوان ضد مواصفته بتدخلات الفاسدين بعمله وعمل الوزارة بشكل نعم اللجنة ذهبت أبعد في دعمها للوزارة ووزيرها بدعوتها رئيس الوزراء عاد العبد المهدي إلى تقديم الدعم بجميع أشكاله لهما ولكل الوزارات الأخرى كذلك بإعلانها الوقوف بقوة ضد تدخلات الفاسدين في عمل الوزارات التي تسعى لتقديم الخدمات للمواطن العراقي وتبقى محربة الكفاءات والطاقات البشرية التي تعد من أهم ثروات البلاد للنهوض به مجددا أبرز معالم العراق الجديد عراق بات الباطل يحكمه ويأسر خطى كل الساعين لإرجاع أنفاس الحياة إلى روحه المتعبة ترجمة نانسي قنقر